موسيقى مشاهدين أهلا بكم في فقرة ضيف الزوال انطلقت مساء أمس بالملعب الكبير لمدينة طنجة منافسة كاس العالم للأندية التي يحتضنها المغرب إلى غاية 11 فبراير الجاري بمدينتي الرباط وطنجة بتنظيم حفل استثنائي مزج بين الحداثة والتقاليد المغربية العريقة وبرسم المباراة الافتتاحية لمونديا للأندية فازن للأهل المصري على أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثة أهدف نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء أمس على أرضية الملعب الكبير لطنجة تبعتا لهذا الموضوع يحضر معنا في الستوديو الصحفي الرياضي سي جلول تويجر أهلا وسهلا بك مرحبا شكرا لكم على هذه الاستضافة أهلا وسهلا بداية كيف تبعتم كيف بدت لكم احتفالات احتفال افتتاح الموندياليتو مساء أمس طبعا كما تبعنا جميعا حفل استثنائي جمع بين التقاليد المغربية وكذلك الحداثة نعم بكل تأكيد المملكة المغربية نجحت بشكل كبير جدا في أول يوم من مونديال الأندية الاعتبار أنه كان هناك حفل افتتاح خرافي حضاري باهر إنساني متميز وفق كل ذلك أكدت المملكة المغربية مرة أخرى على أنها في كامل جاهزية لتقديم للعالم الصورة المشرفة على مستوى التنظيم وعلى مستوى الشغف الرياضي لدى الجمهور الرياضي الوطني وأيضا من خلال الرسائل الإنسانية العميقة التي حملها حفل الافتتاح أولا من خلال أن المملكة المغربية هي دائما حريصة على أن تكون مقدرة لكل شعوب العالم وهذا دليل على أنه كانت هناك خريطة العالم في حفل الافتتاح نعم أنتم كنتم هناك وتبعتم الحفل طبعا نعم وأيضا منسوش بأنه المغرب قدم رسالة المحبة والسلام والسلم من خلال شخصية ابن بطوطة الطنجي الذي صال وجال في كل أنحاء العالم وكان ينشر تقافة المحبة بين كل الشعوب وبالتالي فهذه رسالة عميقة لمن يهمه الأمر على أن المملكة المغربية ظلت دائما مساندة للسلم والمحبة أيضا الرسالة الأخرى وهي الاعتراف الاعتراف بالأساطير أساطير كرة القدم من خلال أسطورة كرة القدم البرازيلي بيري الذي وفت سلمانية مؤخرا وكان هذا اعتراف لهذا النجم وهذا الأسطورة الذي طبع تاريخ كرة القدم العالمية أيضا منسوش على أن هذا الافتتاح كرس تقافة العمق المورود التقافي الوطني الذي تزخر به بلادنا من خلال هذا التنوع وهذه المكونات التقافية بداية من التقافة الجبالية التقافة الحسانية التقافة الأمازيغية التقافة العربية يعني كل التقافات المغربية كانت حاضرة في هذا الحفل الافتتاح طيب هذه النسخة من الموندياليتو هي النسخة الثالثة التي يحضى المغرب بشرف تنظيمها طبعا الأولى كانت في 2013 والثانية في 2014 فاعتقادكم هذه النسخة ما الذي يميزها؟ أول ما يميزها لأن المغرب اليوم أصبح رائدا على المستوى البنيات التحتية بوجود ملاعب ذات مواصفات عالمية ومعايير تستجيب لدفتر التحملات على المستوى العالمي الملعب الذي احتضل حفل افتتاح هو ملعب إبن بطوطة بطنجة تمت إعادة هيكلتي بالكامل حتى أنه أصبح اليوم ملعبا يستجيب لتنظيم كل التظاهرات العالمية منسوش أيضا على أن المغرب من خلال النتائج الأخيرة التي حققتها الأندية الوطنية على مستوى الألقاب الإفريقية والقارية وأيضا على مستوى المنتخبات الوطنية أنت تعرفين جيدا على أن المغرب وصل إلى العالمية من خلال المنتخب الوطني النسوي للكبيرات والمنتخب النسوي الصغيرات والمنتخب الوطني أيضا للكبار الذي حقق أكبر إنجاز تاريخي على مستوى الكرة الإفريقية والعربية في منذ القطر وأيضا منسوش أن هناك توجيهات ملكية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الذي ظل دائما راعيا للشباب المغربي من أجل أنه يقدم كل المواهب دياله على المستوى العالمي والإفريقي إذن هذه النسخة بكل تأكيد ميزتها أيضا ميزها الشغف الرياضي الكبير للجماهير المغربية التي قدمت درسا في التشجيع الحضاري في قطر وأيضا قدمت صورة حضارية بكل المقاييس على مستوى التشجيع الحضاري وأنت شفتك كيفاش كان الجماهير المغربية تفاعلت مع نادي الأهلي هناك في طنجة نعم طيب هذا التنظيم المحكم هذا التنصيق كذلك في اعتقادكم كيف يعزز مكانة المغرب اليوم من أجل احتضان مناسبات رياضية كبرى مستقبلا نعم اليوم سيدتي المغرب يقدم للعالم صورة واحدة هو أننا اليوم لنا القدرة والكفاءة المغربية لتنظيم أكبر التظاهرات العالمية ليس المونديال الأندية فقط أو كأس إفريقيا بل نحن مستعدون لتنظيم كأس العالم وهذا بشهادة رئيس الفيفا الذي ظل دائما في زياراته للمغرب عندما ينبهر للحضور الجماهيري وينبهر لهذه البنية التحتية من أبرزها يعني مركب محمد السادس لكورة القدم بالمعمورة الذي يعتبر حاليا تحفى عالمية لا توجد في إفريقيا بل حتى في أوروبا وبالتالي فكل هذه المنشآت وكل هذه الأوراش التي تشتغل عليها الجامعة الملكية المغربية لكورة القدم فهي كفيلة بأن تعطي للعالم صورة بأن المغرب بمقدوره أن يكون مؤهلا وبشكل كبير جدا في تنظيم كأس إفريقيا القادمة للألف وخمسة وعشرين لأننا نستحق ذلك لأنك تعرفين بأننا منذ ألف وتسعمائة وتمانية وتمانين لم ننظم كأس إفريقيا فآخر نسخة في تنظيم كأس إفريقيا كان في 1988 وبالتالي فالمغرب اليوم مؤهل بطاقمه البشري الإداري اللوجستيكي بجمهوره العريض بإمكانه أن يكون طرفا حقيقيا لتنظيم نسخة 2025 نعم طيب نادي الأهل المصري فاز على أوكلاند سيتي نيوزيلندي في المباراة الافتتاحية لهذا الموندياليتو كيف أداء المنتخب المصر الأهل المصري طبيعا هو واحد من الأندية العربية الإفريقية العريقة جدا التي لها مكانة كبيرة في خريطة كرة القدم الإفريقية من خلال حضوره وخلال ألقابه على مستوى العصبات أبطال إفريقيا وعلى مستوى الكونفيدرالي الإفريقي لكرة القدم هو أيضا طرف مهم جدا في المنصابقة للموضية الأندية وأعتقد بأن المباراة الأولى نام أوكلاند سيتي قدم أوراق اعتماده ليكون واحد من الأطراف المهمة للمنافسة على المرور للأدوار القادمة إن شاء الله في هذا الدور أيضا اللاعبين للأهل المصري بحكم أنه كان مساندين مساندين من طرف الجماهير المصرية بشكل كبير جدا في مدينة طنجة وأيضا المغربية لأنه شيء طبيعي وعادي جدا كما كان الشأن بالنسبة للمتخب الوطني المغربي فالجماهير المصرية شاهدت كيف كانت شوارع القاهرة وشوارع كل مدن المصرية وأيضا الجالية العربية هنا في كيف سند المنتخب المغربي نحن نرد الجميل لكل أشقائنا العرب في هذه المناسبات فالأهل المصري هو بيننا ضيف يعني عزيز مكرم وبالتالي فأنا أعتقد بأن أول الانتصار يمكن أن يكون أيضا مهما لفريق نادي الوداد الرياضي البيضاوي المغربي الذي سيكون طرفا آخر في هذه المصابقة إذا الحد سعيد لنادي الأهلي في مدينة طانشة نعم نبقى مع الوداد الوداد طبعا يمثل الكرة المغربية في هذه التظاهرة بالنظر إلى قوة الفرق المشاركة اليوم في الموندياليتو نعم هل ترون بأن الوداد اليوم على أتم الاستعداد لخوض هذه المنافسة طبعا الحال الوداد الرياضي هو ممثل كرة القدم المغربية في هذا المونديال الأندية للمرة الثانية منذ سنة 2017 عندما توجه بعصبة أبطال إفريقيا وشاركة في دورة الإمارات العربية المتحدة للأسف أن الوداد أنذاك احتل المركز السادس لم تكن هناك مشاركة إيجابية بكل صراحة ولكن اليوم الوداد يمكن أن يكون بصورة أخرى سيكون مؤاظرا من طرف جماهير مغربية وودادية ستملأ بكل تأكيد مركب الأمير مولاي عبدالله بن ريباط وبكل تأكيد أن ذلك الجماهير المغربية ستردد لازمة سير 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 من أجل دعم اللاعبين للوداد البيضاوي الذي سيصطدمون بنادي آخر ونادي الهلال السعودي لعنده مكانته كبير على المستوى القارة الأسيوية ويضم لعبين من العيار التقيل ولكن هذا لا يمنع بأن لاعبين للفريق الوداد يكبرون في المباراية الكبيرة ويقدمون أجمل المستويات عندما يكون هناك جمهور عريض يؤذرهم ويساندهم طيلة أطوار المباراة وكان أعتقد أيضا حتى التحضيرات الأخيرة اللي يجراها فريق الوداد البيضاوي بمركب محمد الثالث هذا الفضاء الذي يعطي وحد يرفع من معنويات اللاعبين لقيمته ولفضائه وأيضا لرمزيته بحكم أنه يحمل اسما عزيزا على كل المغارب وبالتالي فأعتقد بأن الوداد سيكون كيف ترون حضوض الوداد أمام الهلال السعودي يمكن أن يكون هو الفائز لو عرف كيف يضبط أمور المباراة بدون التصرع وبدون أنه يدخل المباراة بدون تركيز فالوداد أعتقد بأنه يضم لعبين أساسيين ومهمين مجربين ثلاثة لعبين يلعبون في المنتخب الوطني رضا التقنوتي حارس المرمى هو حارس له خبرة وله تجربة ويحيى عطية الله العميد ثم يحيى عطية الله الذي كان تعلق بشكل كبير مع الفريق الوطني في مونديا القطر وبالتالي هناك أيضا لعبين مثل حسوني مثل يعني لعبين عندهم مكانة كبيرة في البطولة الوطنية فأعتقد بأن كل المغاربة وراء الوداد كل الجماهير المغاربة سيساندون الوداد من أجل أن يكون يعني مشرفا حقيقيا لكرة القدم المغربية وأعتقد أيضا بأن كل الظروف مواتية لكي يفوز فريق الوداد على الأهل السعودي نعم ختما سيس جلول طبعا المغرب اليوم يعني يستضيف هذا الحدث الرياضي الكبير طبعا هو يأتي في سياق تألق كرة القدم المغربية نتحدث طبعا عن المونديا القطر وكذلك يأتي في هذا الإطار تطوير البناء التحتيار الرياضية اليوم في المغرب في اعتقادكم كل هذا اليوم كيف يعزز من إشعاع المغرب ليس المغرب فقط ولكن أيضا إفريقيا على مستوى الكراوي والرياضي نعم سيدتي أنا أحيلك على شراكات مهمة وقعتها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم مع أكثر من ربعين جامعة إفريقية وهذا يدخل في إطار الشراكة الحقيقية بين المغرب وكذلك سياسة العمق الإفريقي التي كان منطلقها من جلالة الملك حفظه الله وبالتالي فأعتقد بأن كل هذه الأشياء وهذه الأوراش الناجحة وهذه التورة الرياضية الكبيرة التي يعيشها المغرب طبيعة لن تكون إلا مكسبا حقيقيا لكي يكون المغرب هو رائدا إفريقيا على مستوى التنظيم وبكل تأكيد تعرفين جيدا على أنه كلما تحتاج الكون فيدراليا الإفريقية لكرة القدم المغرب لتنظيم مسابقات قارية تعجز إفريقيا عن تنظيمها يكون المغرب فاتحا يديه وأبوابه وبذليل على أن أكثر من سبعة منتخبات إفريقية لم تجد ملاعب لكي تجري فيها مبارايتها فكان المغرب يعني هو محطة أنظارها وبالتالي فأعتقد بأنه المغرب اليوم له مكاسب كثيرة على مستوى البنات البنيات التحتية على مستوى شغف الجماهير الرياضية على مستوى الأمن على مستوى الأوراش الأخرى ليس على مستوى الرياضي والملاعب فالمغرب الحمد لله تطور كثيرا على مستوى كل الأوراش اللوجستية يعني على مستوى الطرق الصيار على مستوى المستشفيات حيث هذه الأشياء تدخل في إطار دفتر تحملات من أجل تنظيم الكبريات التظاهرات الرياضية فدفتر تحملات يعني المغرب يستجيب لكل بنوده ولكل عنوينه الكبرى اليوم أقول لك بكل افتخار كمغربي على أن المغرب اليوم قادر ويمكن أن يعطي لإفريقيا صورتها الحقيقية لتنظيم كأس إفريقيا إن شاء الله 2025 ونقول لكل الأشقاء الأفارقة مرحبا بكم في بلدكم بلد المغرب بلد الكرم وبلد الضيافة بكل تأكيد نعم أصحافي رياضي سيجلولة ويجر شكرا جزيلا لك على المشاركة وعلى كل هذه الطبيحات شكرا لك ختام فقرة ضيف الزوال مشاهدين شكرا لكم على متابعة هذه الفقرة وعلى متابعتنا طيلة هذه الفترة الإخبارية الزوالية إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر